ماذا تحمل الأحزاب في جعبتها من تحركات خرجت للعلن على حين غرّى؟ المتتبع للحراك الحزبي في الجزائر يدرك جلياً أن هناك ما يحضر له خلال هذه الفترة وإن تعددت الأشكال فالرئاسيات هي الهدف حمص عقدت دورة استثنائية مفتوحة الجمعة بغية تحديد برنامجها السياسي للخمس سنوات المقبلة وتحديد الرئيس المقبل لها وهي الخطوة التي يكتنفها الغموض حتى اللحظة أما الأفافاس هو الآخر عقد الجمعة مؤتمراً تم فيه انتخاب الهيئة الرئاسية الجديدة المتكونة من شريف أمقران، علي العسكري، سوفيان شيوخ، ومزيان إبراهيم مؤتمر استثنائي نجى فيه حزب الده حسين بأعجوبة من انفجار يبدد ما بناه هذا الأخير الأمين العام للعتيد طار سبت إلى الجلفة للإشراف على لقاء جهوي مع المنتخبين المحليين بالجلفة والأغواط ولسان حاله يقول نعم نحن نحضر للخامسة أما الوزحنون فقد اختارت وهران حيث ترأست لقاءاً مع إطارات محليين لتشكيلتها السياسية تحذيراً لمؤتمر استثنائي يعقد في الأيام القليلة المقبلة عمار غول رئيس تجمع أمل الجزائر نشط تجمعاً بأم بواقي وليس ببعيد عنه ينشط رئيس التجمع الوطني الجمهوري تجمعاً بقسنطينا هي إذن حم الرئاسيات بدأت تلقي بذلالها على المشهد السياسي أحزاب غابت في أحداث كبرى ها هي اليوم تظهر للعيان وبين حزب يريد أن يحكم وحزب يظهر أن لا مذاق لها ولا هدف سوى أن يكون بديلاً في السلطة أما المشاركة في إيجاد حلول تغلي الجبهة الاجتماعية بسببها فهي آخر الأولويات يقول متتبعون